أقدت وزارة الصحة والسكان فعليات ورشة العمل لاستعراض التصور النهائي لتحديث الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وذلك تمهيدا لإطلاقها خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية والمزمع أقده في الفترة من الخامس وحتى الثامن من شهر سبتمبر المقبل أكدت الوزارة أن الهدف الأسمى من تحديث الاستراتيجية هو تحقيق حياة كريمة للأسر وتحسين الخصائص السكانية ما يعود بالنفع على تحقيق الحياة الصحية السليمة التي تشمل الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية